معنا أول محافظة نستطلع منها الصورة الإسكندرية والزميل أحمد عبد الرازق أحمد برحب بيك والأخبار يعني إحنا لسه في بداية اليوم لكن الصورة على الأقل والاستعداد والترتيب من خلالك أحمد كيف تبدو صباح الخير رهام تحياتي صباح مشرق من الإسكندرية تدق الساعة التاسعة لتبدأ ساعة العمل وكان قبل ذلك بنحو ساعة تقريبا كان الكل قد اتخذ موقع كل من يشارك في عملية الاستفتاء ويأتي على رأس الجميع الناخبون المصريون الذين اعتدنا أن نراهم في هذا المشهد كل يوم صباح الاستفتاء مصطفون أمام المقار الانتخابية ينتظرون ساعة فتح اللجان وكما تظهر الصورة تتنوع فئاتهم بين موظفين أرادوا أن يدلوا بأصواتهم قبل الذهاب إلى العمل وبين أبائنا وأمهاتنا من كبار السن يعني هذا هو المشهد الصباحي أمام المقار الانتخابية في الإسكندرية ولكن دعيني بعد هذا أن أجز في هذه العجالة ملاقص اليومين السابقين تجولنا بين عدد من اللجان في أحياء شرق وغرب ووسط والجمرك والمنتزة والعمرية بيئة الإسكندرية ويعني لحظنا عدة ملاحظات يعني بداية كان هناك العديد من منظمات المتابعون الدوليون والمحليون الذين يتنقلون بين اللجان والذين أبدوا آراء طيبة عن عملية سير الانتخابات هناك أيضا التيسيرات التي قدمت ذوي الاحتياجات الخاصة قدمت لذوي الاحتياجات الخاصة وهم يعني بطبيعة الحال استغلوا هذه التيسيرات بشكل جيد كراس متحركة تيسير المقار الانتخابية ووضع اللجان في الدور الأول من المدارس وغيرها من المقارات التي اتخذت لتصبح لجانا للتصويت البطاقات التي طبعت بطريقة برايل بعض اللوحات الإرشادية التي كتبت أو طبعت بلغة الإشارة العديد من التيسير فضلا عن مساعدة أفراد الشرطة والجيش لهم أيضا كل المواطنين الذين يتواجدون في اللجنة هي حالة عامة من المشاركة هناك العديد أيضا من المتطوعين الذين يقدمون التيسيرات للناخبين أو المشاركين عن طريق إدلائهم على أرقامهم في الكشوف الانتخابية من أجل تيسير عملية البحث فضلا عن المظاهر الاحتفالية التي عمت الإسكندرية بالأمس سيارات مكشوفة تدير الأغاني وترفع الأعلام وغيرها من المظاهر كان أيضا الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظة الإسكندرية يتجول طوال اليوم في جولات سريعة بين العديد من المقارات واللجان يطمئن على سير عملية الانتخاب الحقيقة كان يومين طيبين أظهر في المواطنون السكندريون يعني حبهم لهذا الوطن ورغبتهم الشديدة في الاستفتاء والمشاركة هذا هو المشهد خلال اليومين الماضيين وهذا هو المشهد كما تظهر الصورة من خلف الآن لحظات وتفتح اللجنة أبوابها شكرا أحمد عبد الرازق شكرا كنت معنا أحمد من سكندرية طبعا واحدة من المحافظات أيضا الهامة التي بها الكثير من اللجان وتشهد الإقبال من المواطنين سنتواصل معك عبر الساعات القادمة لمعرفة المزيد وكانت هذه قراءة من أحمد سريعة لليومين الماضيين من أمام اللجان دائما معنا مراسل أكستر نيوز في سكندرية أحمد عبد الرازق وأرحب بباقي الزملاء ينضمون إلينا عبر الساعات القادمة لمعرفة المزيد عن المحافظات والإقبال من الناخبين وأيضا التطورات أمام اللجان وأي ملاحظات من خلالهم نتابعها أرحب بمحمد البدري من أسيوت ومصطفى سعد من أصر النيل وأحمد الأفيوني من سهاج ومحمد النادي من ألمينيا أهلا بكل الزملاء ينضمون معي في هذه المتابعة الإخبارية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية كان معنا أحمد عبد الرازق أيضا من الإسكندرية والآن من الإسكندرية إلى أسيوت ومحمد البدري محمد الصوت والصورة معك في البداية صبعة خير رهام بالفعل اليوم هو اليوم الثالث الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل قليل فتحت اللجان أبوابها أمام المواطنين للإدلاء برأيهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية محافظة أسيوت كباقي محافظات الجمهورية تشهد إقبال كبير من المواطنين الذين أدركوا أن هذه التعديلات الدستورية لا تخص إلا الوطن وتخص حالة الديمقراطية التي تعيشها البلاد أيضا فيما يخص المتابعة كانت هناك جولة لي اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمد عبد المنعم عميرة رئيس محكمة أسيوت ورئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية كانت هناك عدد من التصريحات لسيارة المستشار الذي أكد أن غرفة عمليات اللجنة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية لم تتلقى أي شكاوى أو خرقات سواء كانت من المواطنين أو من السادة القضاء المشرفين على اللجان هنا في محافظة أسيوت خلال اليومين الماضيين أيضا إذا تحدثنا عن جولات المسؤولين سواء كان لواء جمال نور الدين محافظ أسوط أو سيد لواء جمال شكر ومدير أمن أسوط فكانت هناك على مدار اليومين الماضيين جولات مكسفة على اللجان الفرعية المنتشرة بكافة مراكز المحافظة للإطمئنان على سير العملية الانتخابية وإقبال المواطنين وحث المواطنين أيضا على المشاركة بفاعلية في هذا الاستفتاح على التعديلات الدستورية أيضا كان هناك ملاحظة لبعض مظاهر المشاركة فقد رصدنا أمس مثلا مشاركة والدة أحد الشهداء وهي والدة الشهيد الرائد محمد صلاح التي أدلت بصوتها في داخل إحدى اللجان ولجنة مدرسة الجلاء وكان لها تصراحات عقب إدلاءها بصوتها ابنها فقدته في إحدى العمليات الإرهابية والتي أكدت أن التعديلات الدستورية الجديدة ما هي إلا محاولة للنهوض بالوطن والخروج من هذا المأزق ومحاولة الخروج من المؤامرات الخارجية التي توحاك لهذا الوطن أيضا كانت هناك مسيرات تجوب الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمحافظة بالأعلام المصرية وهناك تشغيل بمحيط اللجان للأغاني الوطنية لحسن المواطنين على المشاركة في الاستفتاح أيضا نلاحظ خلال اليومين المواطنين أن هناك حضور كبير للمواطنين داخل مراكز محافظة أسوط أيضا مدينة أسوط كان لها حضور كبير لكن الملاحظ دون باقي الاستحقيقات السابقة أن المراكز والقرى واللجان الموجودة في المراكز والقرى كان لها حضور كبير تستمر عملية التصويت اليوم الثالث نتابع على مدار اليوم كل الفعاليات وكل مظاهر الاحتفال ومظاهر المشاركة لأستاذ المواطنين وسنوفيكم على مدار الساعات القادمة بكل ما هو جديد وعودة لحضرتك في الستوديو هيثم البدري هيثم شكرا جزيلا على هذه المتابعة